امتهت معركة كربلاء خلال نصف نهار وسحق الجيش الأموي كل معسكر الحسين وأحرق كل خيامه وأسر كل نسائه وأطفاله ودقت طبول الفرح على جثة الشهداء وارتفعت أعلام النصر في عامة البلاد خاصة في عاصمة العراق الكوفة وعاصمة بلاد الشام دمشق لكن نصرهم كان موقتا أما هزيمتهم فكانت أبديا فقد مسح الحسين دولة بني أمية من الأرض ورمى برجالها في مزبلة التاريخ إلى الأبد فلا يمكن لأموي واحد أن يرفع رأسه في أي مكان إلى يوم القيامة أما أبناء الحسين عليه السلام فمن حقهم أن يؤسسوا الدول في جميع البلدان وأن يقيموا الحضارات تحت شعار واحد من شعارات الحسين هيهات من الذلة وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لقد تصارع على أرض كربلاء في عاشراء مع ذنان مختلفان هما البحر الأجاج الذي خلق الله منه الأبالسة والشياطين متمثلا في يزيد وبني أمية والماء الزلال الذي خلق الله منه الملائكة والنبيين وأوليائه الصالحين متمثلا في الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام أما أنصار الطرفين فكانوا من نطفة أمشاج ابتلاهم الله في كربلاء بذرية نبيه فمنهم من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى الحسين ومنهم من ارتد وكفر ونصر يزيد لكي نفهم ثورة الحسين عليه السلام فلا بد أن نزنها بمقاييسها وليس بمقاييس غيرها من الثورات الكبرى في التاريخ فهذه الثورة الربانية المباركة إنما تقيم بناء على أمرين الأول بناء على دوافع الطرفين في المواجهة الثاني بناء على نتائج مواقف الطرفين ولا شك أن دوافع الحسين في ثورته ونهضته كانت هي دوافع جميع الأنبياء والرسل أي الإصلاح في الأرض حيث لا أسألكم عليه أجرا وما سألتكم من أجر فهو لكم بينما دوافع أعدائه كانت السلطة حيث أنا ربكم الأعلى ولا أريكم إلا ما أرى والإثرة والحصول على مغانم الدنيا أما النتائج فقد فشل الأعداء من حيث انتصروا بينما انتصر الحسين عليه السلام من حيث قتل صحيح أن الأعداء قضوا على الحسين في سويعات لكنهم فشلوا في تبرير جريمتهم بحقه وفشلوا في تخطأة مواقفهم مع أنهم سخروا كل موارد إمبراطوريتهم خلال ستين عاما من أجل ذلك وهكذا أفشلهم الحسين وهو قتيل من حيث نجحوا وهم القتل ترجمة نانسي قنقر